اشتركوا في القناة بالسهل برياء بمسعة الأبحاث العلمية الزراعية واليوم رح نتعرف على قصم كتير مهم يلي هو أساس إذا بدي أقول للنبتات اللي هي بدون أمراض يلي هالنبتة من ساعة نبتة نزرع بها البقال الصغير إدايش بتاخد من الجهد حتى تصير نبتة وتنزرع وبعدين تعطينا السمار على أنوعة فاليوم بستقبل رئيس قسم البيوتكنولوجي للنبات في لاري مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية أكيد أكود أنه هالقسم يمكن من أهم الأقصام بلبنان وبالمنطقة لأنه هيدا القسم هلقنية دكتور أحمد المهندس أحمد بيتار رح يخبرني عنه وبالوقت ذاته حتى أنا وياكم نتعرف شو هي البيوتكنولوجي النبات شو خدمات أو استخدامها لأنه بعرف أنه كتار هلق صار في كتير ناس عندها شوية شقفة أرصد بدأت تزرعها خصوصا بعض الأزمة ولكن أنا اللي بقدر أقوله أنه لما تأسس هالقسم يمكن تأسس بال2019 وقلت أنا الحمد الله ولكن إجيت الأزمة لإنهياره وغيره وسلمهم أنه هالقسم قلع ومشي وهيدا شيء كتير بفرحنا أهلا وسهلا فيك أهلا فيك يا نظام ريبك أنا كنت بالافتتاح صراحة وعجبت بالأكيد هالقسم هيدا اللي كله علمي وكله مختبر وقلت أنا هيدا بلبنان وقلت أنا قداش اللبنانيين بيستحقوا صراحة ولما طلعنا بالتصوير الحلقة طلعنا حسيت قداش كن حريصين على استمراريته بكل الظروف وأنا وإياك رح ندعي هلأ المشاهدين يتعرفوا على القسم بالصورة حتى تخبرنا أكتر عن مهامه وعن استخدامه ونعطي فكرة للناس اللي حابة تزرع كيف لازم تزرعوا وين لديك ترجمة نانسي قنقر مع زهرة الفريز انتهى الزهرة البلاك بوري زهرة البلاك بوري هاي واللي شفليهم والألوفيرا الحمرة ها هايدي الألوفيرا الحمرة ها عم تزرعوا الألوفيرا كمان جربنا شوية حتى نشوف مدى تأكلومة برات المختبر كي بي هلأ هلأ رح وصلوا نعم بس بالبداية هلأ أكيد المشاهد شاف تيبات وشاف نبتات صغيرة وشاف مختبر وبعدين صرنا عم نشوف أشياء تاني بس بحب أعرف من حضرك شو اسم البيوتكنولوجيا أو وقاية النبات البيوتكنولوجيا النباتية هي علم بيهتم بتحسين النبات وبترتكز على كل التقنيات الجديدة في بهالمجال لحتى تطبقة بهدف تحسين النبات يعني إذا بنحكي عن هذه التقنيات الجديدة أول تقنية هي تقنية زراعة الأنسجي النباتية تقنية البيولوجيا الجيوزائية أو البيولوجيا موليكولار وتقنية الهندسي الوراسي وغيرها من التقنيات المهمة يلي هي مثل ما بقوله بتضلها ابتودات بهدف تحسين النبات وإنتاج النباتات الجديدة تحسين النبات لنقول تحسين الصفات إنتاج النبات مقاوم للأفات مقاوم للأمراض إنتاج نباتات جديدة هيده بشكل عظم ومن أهداف البيوتكنولوجيا مثلنا لحضرتك غير تحسين النبات إنتاج النبات المعدل وراثيا أو الأورغانيسمي اللي منسمينه أورغانيسم جينيتيكما موديفيا يعني هيده نحن نقول كمدخل لحتى نفوت بعلم زراعة الأنسجي النباتية اللي هي أو طرق من طرق البيوتكنولوجيا النباتية وخصوصا أنه كلها بتنفحص كلها بتتابع يعني يعني النباتة شفناهم ببوكالات صغيرة صغيرة بتكون أنجأ مبينة بعدين منستنشفها عن تقبع بين تنقل بعدين يعني دا بده صبر خليني يقول حتى توصال تصير أي مزارع ياخدها ويزرعها ويكون مرتح فيها بس حتى يزرعها كمان هون بده يعرف نوع الترب اللي عنده أكيد يعني العام نشوفه نحنا هلأ على الشاشة كنا ما هي هيدا الأساس نحنا ما نبلش بزراعة زراعة الأنسجي النباتية هي نزرع خلايا مجموعة خلايا يعني لا يتجاوز حجمها المسمية القمة الميرستامية حجمها 0.5 مليمتر بتنشال من تحت استيريوسكوب وبتنزرع على البيئة المغازية اللي شفناها بالامراطبيين اللي هو هجل هو بديل عن التربية هو تركيبة من أملاح معدنية عناصر كبرى عناصر صغرى فيتامينات هرمونات بحاجة لإلها النبطي تحت تنمى وبظروف كليا معقمة يعني شو عم نشوف مثلا هوني كيف عم نشيل الخلايا مثل ما قالنا عم نشيل القمة الميرستامية منشيلها تحت استيريوسكوب اللي بيكون هي مجموعة خلايا وبتنزرع بهالبيئة المغازية بظروف معقمة 100% لأنه أي تلوص بالزراعات يعني على البيئة المغازية بيقضي على المجموعة الخلايا قبل ما تفرخ أو بيقضي على النسيج الكامل يعني هزا بناحقية تعريفة للزراعة الأنسجي وقت اللي منزرع مجموعة هالخلايا أو مجموعة أنسجي أو عضو كامل يعني نحن فينا نزرع الأعضاء التنسلية عند النبات مثل ما هي نزرع بها البيئة المغازية ومنحصل على نبطي كامل هيدا الجهد اللي بتاخدوا بهالمرحلة هيدا أهم جهدي مرحلة التأسيس صحيح هي مرحلة التأسيس بس أكيد يعني متل ما عم نشوفها هون بلشت تطلع النبطة بلشت تبين وراءها بلش صحيح فإذا وقت اللي منزرع نحن للمجموعة الخلية القمة الميرستيمية بدأ ثلاثين أو أربعين يوم لتبلش تعطيني شتلة صغيرة بقلب هالمرتبان وهون بتبلش عملية الاكثار لإله منك ترى حسب النوع النباتي اللي عم نشتغل عليه متل ما شايفين هون الظروف أكيد كلها ظروف مرائبة من حرارة من إضاءة من رطوبة بقلب هالمرتبان الزجاجي اللي معققها من رطوبة مية بالمية منحافظ عليها ومن بلش تكترها لعدة أجيال مطلحكة يعني كل شهر هذا اللي شايفينه بالمرتبان الزجاجي كل شهر نشيل هالنباتات نرجع منقصهم لنباتات صغيرة ومنزرعهم على البيئة المغزية الجديدة حتى يرجعوا يتكتروا وهلما جرى بتصير تتزياد وتكتر عنها متل ما عم نشوف هلا بالصور مية بالمية يعني إذا بدي أعطيكي بس مثل صغير عن كمية النباتات اللي بنقدر نحصل عليها إذا بدي أحكي عن نوع البطاطا إذا بزرع كمية ميرستامية بحجم 0.5 مليمتر بعد ما تفرخ يعني بعد عشرة شهر من هالمجموعة الخلايا بقدر بحصل على مليون شتلة بطاطا من شتلة صغيرة من مجموعة خلايا يعني نحنا ممكن نوصل لوقت ما نستورد من بره شتل ولا بزور نحنا فينا إذا بنا نحكي في مخص البطاطا والأشجار المسمر أكيد في مخص البطاطا فينا نوصل لمرحلة كتير متقدمة أنه نستغني عن الاستيراد بدار البطاطا من بره ونوعية البطاطا في أصناف بطاطا صراحة في الأجريا وفي الاسبونطا يعني في البطاطا المائدة والبطاطا التصنيعي اللي تستعمل بالتصنيع الزراعة الأنسجة يعني ما في عندي ما بتتفرق بين النوع والصنف بس التربة بتفرق أكيد لأنه في نسبة البقاش بالتربة يمكن إذا صالحة التربة ولا مش صالحة بابا فنا ماني اقتصاصي هل هي بزراعة الأنسجة هو الهدف الأساسي لأله هو إنتاج النباتات الخالية من الأمراض الفيروسية واليوم شو قلتلي في أصناف جديدي في أصناف معدلي جنيا وعم بتواكبوا تطور لأنه اليوم لبنان صار منفتح أكتر أكيد يعني ناس صارت في أصناف كتيرة بتسافر بتشوفها صارت بتنبسط أنه تنزرع بلبنان يعني قديش اليوم عم بتواكبوا كمصلحة أبحاث علمية زراعية ألا فيما خاص الكائنات المعدلة وراسيا نحن بعد لسه يعني فتنا فيها كانت على تجربة كتير صغيرة بالمصلحة الأبحاث العلمية زراعية عملنا بس شفنا بالسوق إذا كان فيه ضراء معدلة وراسيا بعد لسه ما فتنا بالتعديل الوراثي بدأ أكيد يعني نحن مختبر البيوتكنولوجيا عنا متطور ومجهز بس كمان قصة التعديل الوراثي بدأ إمكانيات أكتر صحيح وأهم شي بدأ أقوانين يعني لحتى نشتغل بالتعديل الوراثي لازم نكون في عنا أقوانين خاصة بهالعلم هذا بس نحن للأسف يعني اتفقيت قارتا جينا بعد لحد هلأ يمكن لسه ما ماضيت بعدها بأدراج المسؤولين للسمان الماضيتية اللي هي بتعنا بتنظيم قطاع إنتاج النباتات المعدلة الوراثية يعني إن شاء الله لأنه لما نمتصل له هالمرحلة وبعرف أنه كمانة يعني اليوم نحن عنا بانك كمانة لقلهم بالقطب الشمالي صحيح وبلندن يعني بالمطحف الملكي يعني مش قليل على لبنان يكون يوقع على قوانين تقدر تعزز أكتر هالعمل يلي هالعمل بده وبده محبي كتير وبده وقت وبده صبر وبده جهد وبده إمكانيات صراحة وإمكانيات على الأكيد على الأكيد إذا بدي هيك اليوم الاستخدامات كيف ممكن نستخدمون زرعة الأنسجة النباتية مثل ما قلت لحضرتك هو الهدف الأساسي لأله هو إنتاج النباتات الخالية من الأفات والأمراض وخاصة الفيروسية نحن بنعرف أي شجرة أو أي محصول بس يسيبوا مرض فيروسي ما إلو علاج يعني إذا كان عندي شجرة نصابت بأي فيروس معين بده قصه وبده حرق حتى ما تعدي الشجرات اللي حدها فإذا من طريق زراعة الأنسجة تنتج نباتات خالية من الأمراض الفيروسية ولكن المشكلة أنه مش كل المزارعين بيفحصوا طربة مش كل المزارعين بيهتموا مثل ما أنتو بتهتموا بهالشات اللي تتسير يعني من هون أنا بحب أعطي هيك شوية معلومات مع أنه في مزارعين ما بيقبلوا بدنوا على الخبرة وهيدا من مهمتكن بتعملوا لأنه أنتو دورات بتعملوا زيارات حقلية يعني عم بتكونوا إلى جانب المزارع بس بدنا اليوم يمكن فيه هوات كمان فاتوا على الخط وهودي الهوات يمكن بلك هودي بحبه يمكن يعرفه على الأصول وعلى العلم من بعد الفاصل بلك بنستفيد من خبرتك ومن مهم مصطحة الأبحاث علمية زراعية حتى هالنبتة أو هالشتلة أو هالتطلع نحافظ زراعة بتاعت السيمارية اللي أنتو تعبتوا عليه بالنتيجة وبدنية من تابع الحل عنا عبر الام تي بي مع المهندس أحمد بيتار رئيس اسم البيوتكنولوجيا النبات أو بقاية النبات خليني أقولها بمصعدة البحاث العلمية الزراعية نحنا كنا عم نحكي عن استخدمات طبعا هلأ بعد ما تطلع من المختبر وتصير يعني للزرع خليني أقول استخدمات كيف بتصير استخدماتها استخدمات تقنية زراعة الأنسجة مثل ما قلنا أول شي هو الانتاج النباتات الخلية من الأمراض الفيروسية تاني شيء اكتار بكميات كتير كبيرة وعطيت لحضرتك مثال مثال أنه من مجموعة خلية عملنا مليون بيعشر تشهر بحصل على مليون شتلة الهدف الثاني في بعض لتحسين النبات بنستعملها يعني في طريقتين لتحسين النبات أو بإنتاج النباتات الأحادية هذه خاصة تستعمل بالأمح أنا لحتى طلع سلالة صافية من الأمح بدي بين خمسة إلى ست أجيال يعني خمسة إلى ست ست سنين لحتى تطلع عندي سلالة صافية أو لينية بير بس سار عندكم هلا نحن نعمل حلقة عن الأمح بس سار عندكم كذا نوع صنف أرواح حتى الأمح الآسي اللي هو للخبز صرنا عم تنجوه بكميات كمان صح بزراعة الأنسجي منقدر نختصر هالخمس سنين أو ست سنين بسنة واحدة ونطلع أمح سلالة صافية بالإضافة كمان بتحسين النبات بدمج الخلايا نسميها الفيزيون بروتوبلاس هي كتير شغلة مهمة بزراعة الأنسجي بالكولتور دوتسيو فيجيتو إنه من ندمج خلايا من أنواع نباتية مختلفة أو أصناف مختلفة وهالدمج هيدا بيخلق عندي نبت جديدة بيخلق عندي صفات جديدة من صفات زراعة الأنسجي الحفاظ على المصادر الوراثية طبعا كمان يعني هيك هيدا مثل ما تقدلت حضرتك في عنا السيد بانك بانك البوزور الموجود بيطلع مارا وفي قسم منه مثل ما حكيت حضرتك في الجين بانك فيه كمان شي منسميه البلانت بانك بنك النباتات يعني عنا بيطلع مارا في عنا غرفة تبريد حرارتها أربعة نقدر نخزن فيها النباتات لمدة ستة شهر على درجة حرارة أربعة بظلمة كاملة ومنرجع كل ستة شهر منشيلهم منجددهم ومنجددهم للنشاطهم ومنرجع منخزن فإذا نشوفي عندي أنواع نباتية خاصة فينا بالبناء نحن تحتى ما تختفي ما نفقدها وتختفي صحيح نقدر مش بس نخزنها ببانك البوزور أو ببانك الجينات نقدر نخزنها بالبانك بزراعة الأنسجي نسميها بلانت بانك حلو في مساوئ شي يعني أهم المساوئ تبعها التقنية زراعة الأنسجي أنه مكل فيه شوي وبدأ يدعم لمتخصصة بس إذا منقارن يعني مت معمول لحضرتك وقت بتطلع نبات خالين الأمراض الفيروسية أفضل لو كانت مكلفة شوي أحلى ما إزرع نباتات موبوءة فيروسيا لأنه بس يصير في عندي فيروس بأي نبتة أو بأي محصول هالشي هيأثر على الإنتاج من حيث النوعية ومن حيث الكمية من هيك يمكن هالإنتاج اللي بيطلع منها تقول أين بيروح يعني بتبعوه للمزارعين بتقدموه مجانا للمزارعين كيف بتصير العملية؟ هلأ هي المصحة التي تعرف حضرتك أنه مركز أبحاث أبحاث صحيح فيما خص يعني حسب النوع النباتي اللي عم نشتغل عليه مثلا نحن عملنا أطروح التخرج على البيريز على البلاك بيري نعم ونشرنا فيها نحن مننشر كثير بمجلات عالمية أرتكليات بموضوع زراعة الأنسجية أو البيوتكنولوجيا فيما خص البيريز لأينا أنه لا أنه بعدها الزراعة شوي معتم عليها في لبنان وعم يستوردوا إن كان شو طول أو فوق يعني إذا عملنا حلقة عنها وإذا اليوم أرضنا بتاعتي إديش منوفر نظهر من البلد فراش دولار وإدي بتاعتي أفكار جديدة لناس حابين يزرعوا يعني هذا استثمار بالنتيجة صحيح بالمئة بالبيريز شاط صار في عنا كمان يمكن شفنا صورة من الصور بالحقل اللي شفنا صورة الحقل بالفيلد طبعونا في عنا البلاك بيري في عنا الجوز بيري في عنا الراس بيري وهلأ أجديد عم نشوفه عم نشوفه هادي نباتات البلاك بيري الصنف هو المورة تريبل كرون معروفها الصنف بإنتاجيته العالية وفي لبنان بيمشي على أي علوم هذا اللي إذا بده نحكي يعني هاي دي التفاصيل التقنية أي نوع التربي أي بي أش أي ارتفاعات طريق التسميد وطريق التشحيل يعني هاي دي معلال مزارع لما ياخد التربي يفحصها عندكم وبعرف أنه مختبراتكم موجودة على كل أراضي اللبنانية بيقدر يفحصوا ياخد نتيجة وهكي بيعرف إذا زرع صالحة لهالأنواع النباتات أو اللجم ونحنا منواجهوا شو بده يسمد أو إذا متما يعني في ناس بيجوا بيقول بدي أزرع أنا البلو بيري البلو بيري ما فيك تزرع وينما كان البلو بيري بده بيعاش تحت الستة يعني ما فيك أي واحد يزرع ويتكلم فإذا هاي دي شوي إرشادات لله والأصناف والأنواع يعني اليوم عديدة جديدة مثل ما قلت لحضرتك بالنسبة لهذا إذا حكينا بموضوع البارز المزارع كمان عم يقدر يستفيد منها بإنتاج الأصول طبعه لللوزيات الأصول يعني بس قول أصل يعني المر كمان مننجو بالمختبر بيطلع خالي من الأمراض الفيروسية مدنة بيتطعم عم ياخدوا صحيح جمعية ماشات اللبنان عم بيطعموا عليه كمان بياخدوا الطعم من عنا من المصلحة كمان في عنا الأمهات كمان بيكون فيروس فري نضيف وعم بيطعموا بيطلع عنا الطعم بيطلع عنا شجرة كراز أو مشموش أو دراء عم تطلع خالي من الأمراض الفيروسية يعني بتخفف على المزارع كتير وهي دي للمستهلك بتعطي ضماني صحيح في استراتيجية معينة لهالقسم هيدا للمصلحة واضعته هلأ استراتيجية المصلحة فيما خاصة البيوتكنولوجيا منهتم بالأنواع والأصناف الاستراتيجية يعني الموجودة باللبنان يعني في كتير اشياء مثلا عم بيفوت الإكزوتيك على لبنان بس الإكزوتيك لأنه عم يتغير التقس يعني بس ما عم ينزرع وان ما يكال يعني نحنا منركز مثل ما قلت لحضرتك على الزيتون يلي هم بقصنا عنا العنب وصول اللوزيات بس اللوزيات بس نقول لوزيات كراز كراز لوز مشموش دراء كل هيدا تفاحيات يلي هي زراعات الخاصة فينا والبطاطا وهلأ في عنا كمان من استراتيجيات المصلحة باسم البيوتكنولوجيا الاتجاه نحو النباتات العطرية والطبوية وهي دي لازم نعممها 100% خاصة الأشياء اللي أنديميك بلبنان يعني اشتغلنا بطروح التخرج كمان هون بين أهلالين بدي يقول أنه اسم البيوتكنولوجيا بيستقبل عدد كبير من الطلاب من كل الجماعات الموجودة على الأراضي اللبنانية يلي بتختص ب أما تشوفهم هون للطلاب صحيح زراعة بتختص بالهندسة الزراعية أو من كلية العلوم من كل الجماعات بدون تسناء كل الجماعات الموجودة على الأراضي اللبنانية عم يعملوا أطروحات التخرج موجودة من ضمن هالأطروحات مثلا نشتغلنا على موضوع الأسعين على السالفيا وفي عنا موضوع أسعين إذا عم نحكي عن نباتات طبية في عنا نوع من الأسعين هو أنديميك للبنان يعني نحن قدرنا حطينا الطريقة كيفية تكتر بزراعة الأنسج النباتية وصار في عنا أمهات من هالنوع هذا من النوع الأسعين اللي هو خاص بلبنان موجودين بالخيم البلاستيك اللي موجودة بيطلع مارة تيب على مختبر أو لقسم البيوتكنولوجيا يعني هيدا عالم بحد زيته عالم مهم حلو بالوقت زيته علمي خانقول واليوم أن يكون عنده مساعة الأبحاث العلمية الزراعية هالقسم هيدا البيوتكنولوجيا للنبات إدايش هيدا دماني كمانا لنطلع شو طول خالية من الأمراض إدايش كمانا بتنصحوا المزارع بتنصحوا يلي بيقصدكن لأنه أنتو كمان عندكن جهة التوعية هيدا من أهداف المصلحة وبعتقد يعني هالحلقة هيدا من الأهداف يمكن اللي بتحبوا توصلوها للناس إنه مش حيالا يزرع المهم يعرف إذا بتصلح ولا لا حتى ما يتكلف وبالوقت زيته يمكن أرضه أو تربته بتصلح لأصناف تانية مربحة وبالوقت زيته بتاعتي يعني هيدا هي الأساس مزبوط ومختبر أو اسم البيوتكنولوجيا حاليا هلأ من بعد الأزمة اللي مرينا فيها نعم وصارت اللي عم يستوردوا الشو طول من بره صار عملية الاستيراد مكلفة مكلفة صحيح صحيح في ناس كتير توجهوا أنه يعملوا مختبرات لزراعة الأنسجي مختبرات خاصة نعم ومن ضمنها هلأ صار في ثلاثة بالبقاء المصلحة عم تساعد اثنين منهم بطريقة مباشرة بطريقة نعم بتتشرفوا أنتم معهم على تقديم المشهورة العلمية لألون تحتى يقدروا يقلعوا منهض بهالقطاع كطاع أنه نجيب أو نستغني عن كل شي بيجي منه مصدى منه سيرتيفايد ممكن ينقل أمراض على البلد أنه يكون كلها زراعات نظيفة لأنه هذا الشي بيخلينا نخفف من استخدام المبيدات وبس نقول نخفف استخدام مبيدات يعني نخفف من رواسب المبيدات التي هي بتكون ضارة لصحيح أكيد أنا بدأشكر حضورك معنا اليوم لمهندس أحمد بيتار بدأشرك لأنه رفقتنا بالجولة بالمصلحة لما صورنا وكثير غنيتنا بالمعلومات مثل ما غنيت هلأ المشاهدين بدأشكر دكتور ميشيل إفرام يلي رئيس مجلس إدارة المدير العام يلي قتاح لألنا كمان أنه نقدر نتعرف شو عم تشتغل المصلحة وبالتالي حتى نقول للمشاهدين أنه يكون عندكم ثقة بلبنان اللي بيكون عندنا مؤسسات بالفعل عم تعمل كل جهد كرميل تتوصل النبتة أو الشجرة أو أي إنتاج زراعي خالي من الأمراض ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة